بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي متابعين القناة بالبداية أحب أشكر كل المتابعين اللي قاموا بتعزيتي لوفاة زوجة خالي الله يرحمها إن شاء الله يسكن فسيح جناته ويرحم موتاكم إن شاء الله ويرحم أمة محمد وآل محمد أجمعين اليوم جبت لكم خبر طبعا قبل قليل هو نزل بالسيستم التركي ما أحكي على السيستم التركي كلها إنما بالسيستم اللي موجود في محافظة سامسون إنه الإقامة رسميا الإقامة كانت تعرفون قبل هي 6 أشهر الإقامة حاليا صارت سنة نزل بالسيستم التركي الإقامة صارت لمدة مالتها سنة طبعا هذا الإقامة شلون صارت سنة اللي هي كانت 6 أشهر اللي تعرفون كان أكو زخم على سامسون مطالبات الجارية العراقية اللي موجودة في سامسون بمتابعة الأخ طبعا الأخ فراس والأخ أبو علي من الجالية العراقية والدكتور أبو عمر موجودين في الجالية العراقية اللي موجودة في سامسون ومواظبة الفنان والشاعر الكبير قاسم الابديري أنه طلبوا من الوالي اللي موجود في محافظة سامسون أنه الإقامة ترجع حاله حال أي بقية المحافظات تكون مدتها سنة وتعرفون سامسون مرغوبة بالنسبة للعراقين ويسموها عروسة البحر الأسودة أو عروسة العراقين أو محبوبة العراقين فالحكومة التركية وافقت قبل قليل على جعل الإقامة مدتها تكون سنة في محافظة سامسون حاليا ويهاي البشرة السارة بس أحب أذكر اللي يقدمون على الإقامة في سامسون أو في أي محافظة تركية يعني هذا الشيء اللي راح أحيحييها السحاليا يشمل جميع المحافظات التركية على مدتها أقول بخطأ أنه أنت بعدين تجي تقول أنا أحد راح سوى لي إقامة والرفضة أكون شخص قشمار علينا ومن هل سوالي خليحييي لكم السالفة أنت تقدم إقامة أجرت شقة وأخذت عقد عليها طبعا العقد المعمول به حاليا اللي موجود في سامسون نحن تشك على قانون سامسون أنه ينطبع يتصدق بالنوتر اللي هنا أنا مو مشكلة صدقته أنت بالنوتر وراح تقدمت الإقامة في حالة أنت أجرت هاي الشقة خلال شهر أنت انتقلت من هاي الشقة إلى شقة ثانية ما عجبتك هاي الشقة الأولى من انتقلت وما بلغت الأمنيات راح طبعا تعرفون راح أنت تتسوي عقد جديد بذيشة للشقة الثانية راح تصدقها شوفوا الإشكال اللي راح يصدر عندك أنت تقولك زين هم وش مدريهم أنت راح تصدق عقد بالنوتر اسمك عنوانك جوازك راح يدخل بالعقد راح السيستم يكتشف أنه هذا الشخص عنده عقد مصدق بالنوتر سابق على شقة قديمة اللي هي هناك قبل شهر وانت جيت سويت عقد ثاني مصدق بالنوتر على هاي الشقة الجديدة انت ما بلغ الأمنيات وانت بعدك ما عندك إقامة ماشي مجرد بعدك جواز وما مقدم يعني ما طالعت لك الإقامة ما مستلم كملك فسويت عقد ثاني راح الحكومة أو النظام التركي انح شيهيتش نحن النظام المعمول به في تركيا يرفضون الإقامة مالتك ذاك الوقت راح يطوك مهلة عشرة أيام تغادر الحدود التركية تكسر الحدود سواء لتروح البلدك الأم للعراق أو هايذا انت عراقي اذا سوري سوريا اذا مثلا اردني تروح للا اردن وهكذا تكسر الحدود ثم ترجع سوي فيزا جديدة وتدخل تركيا مرة ثانية وتقدم إقامة من جديد هذا الإشكال اللي توقع به أغلب العالم وما يعرفون شلو السبب يذبوها براسمان براسم المكتب على هذا قشمر علينا وما يقول اللقامة مالت ما مضبوطة هاي الحالة يرفضون بها اللقامة المسألة الثانية شلو ترفض اللقامة مالتك في حالة انت مثلا قاعد بهاي شقة واشتكى عليك تركيا مثلا انت عندك أطفال والأطفال خلني يقول شوية مشاغبين ويجا تركيا يشتكى عليك وراحت الشكوة للمركز الشرطة ومن مركز الشرطة راح يطلون معلومة المن لدائرة الأمنيات يقولون هذا الشخص ساكن بهذه العمارة يمسوي ضجة أو يمسوي كذا مباشرة تعرفون هنا اتراك كلمة تم اسموعة راح ترفض الإقامة مالتك يعني هما إلى سبب اللي يسوي لك الإقامة ما إلى سبب خلاص نا اكو نجو على شغلة الاسعار اكو العالم تقدم إقامة انت اروح افتر على المكاتب اكو ناس تشتغل ها اللي نسمي هم سماسرة يعني من برا لبرا يشتغلون يقول لك انا اخذ خبست بيدوا يروح يفتح لك يعني يسوي لك الرقم الضريبي يروح مثلا يفتح لك القيد يسحب لك الموعد ويكمل وهذا ياخذ حساب مئة مئتين ليرا اسعار انت من تجي تحاسب روح يفتر على المكاتب راح تلقي مكتب مثلا يسوي لك اللي قام انت وخلي يقول لك المكتب يقول لك أريد منك الف ليرا مكتب الثاني يقول لك الف ومئتين اكو مكتب يقول لك تسعم مئتين فانت من تشوف المتفاوت بالاسعار مو لانه يقول هذا يريد تقفص عليك لا اكو مثلا مكتب اجار بالشهر الفين ليرا اكو مكتب اجار بالشهر مثلا الف وخمسم ليرا فاعتياد هذا ابو الفين ياخذ زايد يقدر يطلع اجار مكتبة وفواتير هذا كيف قليل اخذ قليل فهي مشغرة تخفيص كل مكتب الاشكال وانت على مزاجك روح علي عندك ثقة بشخص مثل تشوف مناسب روح علي هذا القصد لا تتورط مثل ما قبل تتورط مجموعة وقلت لكم صارت اشكالات فانت فلوسك بجيبك وفتر على المكتب المكتب الذي يصرف لك سوي ما تندل تروح على واحد هم روح اسأل مو مشكلة كمل رتب امورك وروح اسأل شوف الاسعار بيش اتفق ويا قل اذا شفتك ما اخذ غالي لازم ترجع لي هذي اتفق ويا ومشي امورك طبيعي ما اي اشكال هذه بالنسبة للاسعار كل المعلومات على العمار يعني اكو ناس مفتهمة غلط اللي هو اللي ما عدهم سيكورته يعني يقول اكارني مثلا طفل اللي نفرض يعني هو عمره اقل من اشوف اخوان اكو واحد عمره اقل من 20 سنة اقل من 18 سنة احنا هذا الاخل من 18 سنة يعني يعتبر انسان غير بالغ هذا الشيء مات السعر السيكورته مات الشكل والضرائب ثابتة للمعلومات الضرائب 182 أو 175 ثابتة على كل الافراد فنحن نحن اللي عمره من خلي حتي لكم من اللي عمره من صفر الى 17 سنة ماشي من صفر يعني شنو عمره شهر اسبوع شهريا الحد عمره 17 سنة السيكورته مات ين لير ياخدوها قطعي وزائدا اللي عمره من 65 سنة فما فوق 200 لير قطعي فقط السيكورته لا أشارك الضرائب نجي من 18 سنة لل 25 سنة 125 لير من 26 الى 35 160 لير من 36 الى 45 185 لير من 46 الى 50 277 لير من 51 الى 55 320 لير من 56 الى 60 355 لير من 61 الى 65 595 لير اللي هنا عرفته هاي شو تضيفون عليها الاسعار تضيفون على كل نفر 175 لير هاي شنو ضرائب من تجمعها زائدا تصديق العقد 100 لير نوبات 150 لير اضيف على المجموع الكل طبعا زائدا اضيف عليه 200 لير اتعاب المكتب او اتعاب الشخص اللي يشتغلك هاي السعر الاقامة اي تطلعها انت فهاي الطريقة مارتها ما كو بها لا يمين ولا يسار فانت راح 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 سطيتكم الاسعار وراح تعرف ها واي شي عندك استفسار بهذا الخصوص تقدر بالتعليق اجاوبك هاني تريد تدخل على الواتساب ماتي او على الفايبر همين اجاوبك هاني تدرون بيا ما واحد ردي تمافد يوم واحد سأل سؤال وما جاوبته وما اقصر اياكم ان شاء الله اكون اناس ما قاعد تندل الوصف وين والرقم اللي كتبون بالتعليقات هس راح ارد لكم ارد الرقم حاول تسجل يمك الرقم يبدأ 0090 هذا المفتاح 0090 536222 12740 صفر بواتساب بفايبر ببرنامج الامو بالتليجرام تريد بالفئس تكتب على احسن الربعية تطلع الفص الصورة اللي مخليها هنا فأي واحد عندها سفسار ان شاء الله ما اقصر وياكم وهذه بالنسبة الفرح ان شاء الله يعمع الكل يعني كل المحافظ مو بس احنا ان شاء الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته